اكيد هنزل برضو الكلام كتير جدا على ثورة 23 يوليو طيب نروح لملف التعليم الدكتور احمد الجيوشي نائب وزير التعليم والتربية والتعليم لشؤون التعليم الفني قال ان امتحانات الدور التانية لطلاب الدبلومات الفنية هتبدأ يوم 30 يوليو الجاري وهتستمر لغاية 9 اغسطس نائب الوزير قال كمان ان عدد الطلاب اللي بيختبروا في الدور التاني بيوصل لحوالي رقم صادم شوية 225 الف طالب وطالبة دول في الدور التاني اه لامتحانات امتحانات الدور التاني هتتم يوم ورا يوم كمان يعني بشكل مباشر ما فيش اي فواصل في النص من غير توقف مع الاسف نسبة النجاح في الدور الاول لطلاب الدبلومات الفنية لو حضركم تابعتوها كانت وصلت ل58 في المية في النظام الحديث و79 في المية في نظام الخمس سنوات يعني ارقام نقدر نقول عليها مفزعة لما نسبة النجاح في الدبلومات الفنية 58 في المية يعني قرابة نصف طلابنا في الدبلومات الفنية نقدر نقول ان هم عبروا الامتحان والباقي لم يعبروا الامتحان لما نتكلم على متين متين كم وعشرين خمسة وعشرين الف طالب قرابة ربع مليون طالب على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية مع باروش الامتحان وبيامتحنوا الدور التاني عندهم ملاحق في الدور التاني فده يعني رقم مفزع للغاية ما شفنهاش او ما شفناش النتيجة بالمستوى ده في السنين اللي فاتت ما اعتقدش ان انا شفت اي نتيجة بالشكل ده ان اكتر من النص بشوية بوساط 58 في المية هم اللي عبروا والباقي ما قدرش ان هو ينجح ينجح فقط مش يجيب تقدير علي لا ده ينجح فقط فبالتأكيد ده بيلقي مزيد من العب على وزارة التربية والتعليم انها تهتم اكتر بالدبلومات الفنية اللي يعني لم يتم الاهتمام بيها في الفترة اللي فاتت جي فترة اهتمينا بيها اوي وعملنا لها وزير مخصوص وزير التعليم الفني وبعد كده سحبنا الوزارة ورجعناها مرة تانية لوزارة التربية والتعليم مزار التربية والتعليم اللي حاليا مش قادرة تحل مشكلة الثانوية العامة فما بالك بتعليم الفني اضيف اليها اتمنى يعني نجاح اي مجتمع علشان ينجح لازم اهتمام اكتر بالتعليم الفني لان هو قاطرة التنمية حضراتكم شايفين المانيا التعليم الفني هو اللي بيقود التنمية فيها اتمنى يبقى فيها يعني فيه اهتمام اكتر في الفترة اللي جاية والنسبة ما تبقاش بالشكل ده 58% نجحين نسبة صادمة للغاية طيب نروح ل